موجز الأخبار من قناة المحور أهلا بكم شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر وأرمينيا كما عقد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الأرميني مؤتمرا صحفيا مشترك أعرب خلاله الرئيس السيسي عن اعتزاز مصر بمستوى التنسيق القائم بين البلدين في مختلف المحافل الدولية مؤكدا تطلع مصر الاستكشاف مجالات جديدة للتعاون في الذكاء الاصطناعي والصناعات الغذائية والدوائية وزيادة حجم التبادل التجاري المشترك ويسعدني في هذا الصدد الإشارة إلى أن المباحثات التي أجريناها اليوم قد أكدت تطلع البلدين لديهزة حجم التبادل التجاري بينهما والتواجد الاستثمار في كليهما بما يتناسب مع المستوى المتميز لعلاقاتهما السياسية وذلك من خلال استكشاف مجالات جديدة للتعاون لا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والصناعات الغذائية والدوائية أكدنا كذلك خلال المباحثات اليوم استعدادنا لنقل الخبرة المصرية في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والنقل وإنتاج الطاقة إلى الجانب الأرميني وبحث سبل الاستفادة من الخبرة التي تتمتع بها الشركات الأرمينية في مجال الزكاء الاصطناعي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الرئيس السيسي ورئيس وزراء أرمينيا عقد جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين حيث أثنى الجانبان على العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين المصري والأرميني وأكد ارتياحهما لمستوى التنسيق المشترك وناقش الرئيس مع رئيس الوزراء الأرميني الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة المحتل وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى تسوية القضية الفلسطينية من خلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإحلال السلام والتعايش في المنطقة استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق الركن الناصر ابن حمد آلي خليفة مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الفريق الركن الناصر ابن حمد آلي خليفة نقل للرئيس رسالة شفاهية من أخيه ملك البحرين حمد ابن عيسى آلي خليفة تضمن التأكيد الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ودعم البحرين لجهود مصر والرئيس في مواجهة جميع التحديات داخليا وخارجيا ولا سيما على المستوى الإقليمي من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر الكبير لجهود وسياسات الملك حمد ابن عيسى آلي خليفة مؤكدا مواصلة العمل المشترك لمزيد من تفعيل العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين وتعزيز التعاون في كافة المجالات بشكل يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين خاصة في ضوء التحديات التي تتعرض لها المنطقة التقت دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع محمد السويدي وزير الاستثمار الإماراتي مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية في إطار متابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالشراكة بين مصر والإمارات وأكد الدكتور مدبولي أنه تم البدء في اختيار عدد من المواقع المقترحة للمطار المقرر إقامته لخدمة مشروع مدينة رأس الحكمة تمهيدا لانتقاء أحد هذه المواقع للتنفيذ خلال الفترة المقبلة مثمنا الإجراءات السريعة التي اتخذها الجانب الإماراتي لترجمة بنود الصفقة المبرمة بشأن تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على أرض الواقع وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد أن الدولة المصرية تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم ليكون نموذجا لبناء شركات استثمارية أخرى تضر عوائد كبيرة على الشعب المصري وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الدولة الرامية إلى تعزيز العوائد من الاستثمار الأجنبي المباشر تفقد المهندس طارئ الملة وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء عادل الغطبان محافظ برسعيد مدرسة ظهر التكنولوجية المتقدمة الحديثة لطلاب التعليم الثانوي الفني وأكد الملة على أهمية المدرسة وما تقدمه من خدمات تعليمية متخصصة عمليا وتطبيقيا وتقنيا ومرتبطة بالصناعة فعليا لافتا إلى أنها إحدى الثمار الهامة لاستراتيجية عمل اللجنة العليا للمسؤولية المجتمعية بقطاع البترول في مجال التعليم الفني الصناعي والتي نراعي فيها تحقيق أقصى استفادة للمجتمع المحيط من خلال مشروعات مرتبطة بالاحتياجات الحقيقية لهذه المجتمعات ولفت الوزير إلى حصول المدرسة على المركز الأول في مصابقة الجمهورية للمهارات والمنافسة في مصابقة وورلد سكيلز العالمية وترشيحها للفعاليات التطبيقية المقامة في مدينة ليون بفرنسا سبتمبر القادم وأضاف أنها تمثل قيمة مضافة لمحافظة برسعيد في ظل المشروعات البترولية الإنتاجية والتصنيعية بها تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني التي تم تنفيذها وفقا لأحدث النظم والأساليب ووسائل التدريب غير النمطية وألقى اللواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أشار فيها إلى أن مقاتل الجيش الثاني الميداني يجددون العهد على الدفاع عن أمن الوطن واستقراره والاستمرار في تنفيذ جميع المهام التي توكل إليهم تحت مختلف الظروف واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تقديمي تناول الإجراءات التي تم تنفيذها لتطوير منظومة التدريب القتالي بما يسهم في الارتقاء بالمستوى التدريبي للقوات في مختلف التخصصات ورفع كفاءة الحالة الإدارية والمعيشية للفرض المقاتل كما نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمقاتلين وأشاد بما شاهده من مستوى تدريب متطور وكفاءة قتالية عالية مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالحالة التدريبية لمقاتليها من خلال الاعتماد على أحدث برامج التدريب القتالي بما يضمن قدرتهم على تنفيذ كافة المهام التي يكلفون بها تحت مختلف الظروف